حالات التعذيب والقتل داخل السجون العراقية ما تفسيرها لديك؟ شكرا جزيلا تاريخ الدولة العراقية منذ عام 1920 حفل بمثل هذه الطرق من التعذيب وإدارة السجون هي ليست جديدة والسينما العراقية على محدود ديتها والإدراما العراقية ومسلسلات التلفزيون وما كتب في الصحف الورقية وما سجل في كتب المؤلفين باحثي الاقتصاد والاجتماع والسياسة تشير إلى أن التعذيب في السجون العراقية وليس وليد المرحلة الحالية بل هو عريق عراقة هذا البلد وبالتالي هناك جرائم ترتكب بحق السجناء في أكثر من سجن داخل العراق في محافظات مختلفة وفي العاصمة بغداد وهناك شهادات من سجناء خرجوا إلى الحياة مرة أخرى ورواوا ما تعرضوا له من عمليات انتهاك وتعذيب وإهانة إدلال ولكن سيد مرعي هل هناك مرحلة معينة في العراق أو سنوات معينة ازدادت فيها وطيرة التعذيب داخل السجون يعني عموما في العهد الملكي كان هناك طبعا روايات كثيرة عن هذه الطريقة في التعذيب وانتزاع الاعترافات عندما كانت تجري مظاهرات طبعا الأوضاع في العراق متشابهة بالمناسبة من جيل إلى جيل طبيعة الشعب العراقي طبيعة نظام الحكم الذي يحكم هذا البلد وبالتالي أنظمة الحكم متشابهة نوعا ما ومزاج وطبيعة الشعب العراقي أيضا متشابهة في التظاهر والاحتجاج والرفض ومحاولة الحصول على الحقوق والضغط على السلطات من أجل أن تلبي المطالب الشعبية وكذلك السلطات متشابهة في عمليات التعذيب مع أن هذه العمليات تتصاعد في بعض لدى بعض الأنظمة وتنخفض لدى بعض الأنظمة الأخرى لكن عموما هي موجودة وتسجل ومتوفرة في الفترة الحالية هناك عمليات تعذيب نعم موجودة وهناك شهادات بهذا الخصوص وهناك مشاكل ترافق وجود السجناء في عديد من السجون العراقية وهناك حالات وفاة ذكرت وسجلت لدينا حالتها وفاة خلال العشرة أيام الماضية وهذا يعني أن هناك عمليات تعذيب وهذه الوفيات ليست في بغداد بل في محافظات أخرى بمعنى آخر أن هذه العمليات تعذيب تجري سيد مرعي هل هناك أدلة دامغة على أن الحالات التي ذكرتها هي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب داخل السجون العراقية نعم يعني من خلال مشاهدة آثار الدماء وآثار الضرب على الجسد ومعاينة حالة الضحية وشهادات ذوي الضحية وكذلك طبيعة ما يحيط بالوضع العراقي من حوادث جسيمة تشير إلى وجود انفعال حتى داخل السجون وداخل مراكز الشرطة وبالتالي هي ردات فعل أيضا وردات فعل عنيفة وأحيانا تتحول إلى اجتهاد شخصي من أشخاص بعينهم يعملون في حقل الأمن وتطبيق النظام وهناك أناس يعملون في مراكز الشرطة ومراكز التحقيق ويقومون بعمليات تعذيب من أجل انتزاع اعترافات وأحيانا هي محاولات انتقام من بعض السجناء وبعض الأشخاص الذين يتمردون أو الذين يحاولون أن يفرضوا شروطهم في مقابل التهدئة أو في مقابل وقف العنف أو في مقابل محاولة الهدوء داخل السجون نفسها أو في حال وجود تظاهرات في حال وجود احتجاجات أيضا من مواطنين قد يتم سحب البعض منهم إلى السجون وتعرضهم إلى التعذيب